موسيقى مرحبا بفقرة اليوم رح تكون الفكرة كتير اوريجينال لان ممكن تستفيدوا فيها بكتير او تستفيدوا منها بكتير اساس حلوة من هنا اذا انتم من حبيبين الارقيلة بتحبوا تشربوا ارقيلة مع انو انا ضد الفكرة صراحة ممكن تعملوها زينة للارقيلة متل ما انا مزينة هالصانية اللي بتنحط على الارقيلة وممكن نعملها كمان زينة للبريق او للاغطية او شو ما كانت الفكرة حتى فيكن تستعملوها للطرية وللاشياء التانية هيدا الطريقة يلي رح نتعلم او نتعرف علي ونتعلمها هي هالفكرة هيدا كتير سهلة تنحط بهالشكل وتنحط على الارقيلة او متل ما رح نعمل شكل بسيط هلا تنحط على البريق متل ما رح تشوفوا كيف رح ناخد الاياثات ورح نبلش نشتغل الفكرة قدامكن على الهوى اول شي بحاجة لخرز صغير لحديدة حديدة رفيعة نقدر ندخل بقلب الخرز واشكال خرز ملونة وخات حديد كمان كرميل نقدر حتى يكون ثابت بالوقت الزيت وكمان نقدر نعطي الشكل يلي بدنا يا ما يكون خات مصيس او خات قطن خات حديدة هلا كمان بحاجة لستوبرز متل ما شايفين على الطولة قدامنا هاو ده كلهم بحاجة قلهم انه بنسة قطع وبنسة كميشة ومص لقيه كيف بيتاخد الدائرة اذا كانت تبع السحنة الارقيلة او دائرة البريق بنحط الحديدة تقريبا تماما على قد الدائرة او اصغر شوي يعني مش اكبر اصغر من الدائرة الاساسية بنتفع صغيرة تقريبا هالقد بناخد الاقياسات مزبوطة لحتى بس نحط عليهم ما تقلب بدا تكون الدائرة اصغر نرجع منقص نرجع كمان مرة نتأكد لازم تكون زيادة في ميلة زيادة لحتالها نحط الستوبرز فيها ونعلقون حتى ما يقلبون يعني تقريبا شي نص سانطة زيادة او سانطة نص سانطة من كل ميلة كل ميلة نقدر نعلقها لتير شكلها شكل دائرة كمان اذا كان الشكل لصانية بدأ تكون كما شايفينا هون اقل من الدائرة بشوى صغيرة ناخد الاقياس الجوان من الصحن لحتى لنعمل عليها ناخد الحديدة على اقياسها هذي رح نحطها هون ونبلش نشتغل على القطعية اللي قصينيها قدامنا الخرز كيف بدكن تحطون بدكن تحسبوه تقريبا كل خمسة او ست خرزات او كل عشر خرزات حسب انتو قداش بدكن المسافة لحتى لنزل الشرابيت بتعدو كمية الخرز بس بتتركو فراغات لحتى نقدير نكمل التصميم ننزل الخيطان لازم كمان يكون فيه اسباس او مسافة بين الخرزات كل ستة او عشرة او العدد هو ذاتو لازم يكون بين كل مسافة والتاني لحتى ندخل الجزء التاني من التصميم او نستعمل التقدير بهالشغلة هيدا فازا اول مرحلة اخدنا الاياسات رجعنا من بعد قصينا الحديدة هينا هينا الستوبرز والخرز انتو حسب الالوان اللي انتو بتحبوها ورجعنا كمان اخدنا مسافة نص سنتم من كل جهة لحتى نعلق القطعة يعني لنعمل شكل الدائرة بالوقت زيته لنعطيها متاني لها الحديدة بحال متواجهة جديد فينا نستعين عنا لها الحديدة بالسلك بالشريط الحديد يلي هو معمول كمانا من دخله مادة الحديد او الالومينيوم او ما بعرف يعني مادة يعني سخات حديد بيسموه هيدا او مادة تشبه الحديد لحتى اذا كانت كانت تصميم لا الارجيلة وحمل صحن ما يحترقوا ما مننا نحط كتير اشياء بلاستيك يعني الخرز بد يكون زيز او من مادة الخرز اللي بيصنعوا مننا مش بلاستيك وهيدا الحديد كفيل لانه ما تدوب ما يدوب الخات قدامنا او يحتري والافضل بس تولع الارجيلة ينشال عنا الديكور وبس ترجع تنضبق او تنعرض ينحط عليها التصميم اللي رح نتعلمه بفكرة اليوم هيدا المرحلة تقريبا رح تخلاص بعد عندي شوية صغيرة اكيد بنا نترك فراغ نتفكر ما يكونوا مزرقين على بعضهم الخرزات بس ننتقل للمرحلة يلي بعض نتطلع بناخد القياسات مزبوطة بعد عندي شوية صغيرة بننتبه لحتى بالجهة الثانية كمان ما يكروا بعد عندي شوية صغيرة تقريبا شي عشر خرزات لنرجع للمرحلة التانية لننتقل من بعدها للمرحلة التانية هلا انتو فيكن تعمل الاشكال اللي بدكن ايها انا بعت الفكرة وانتو بتطوروها بحسب رغبتكن هلا نجيب الستوبرز نحطون نحطون بهالشكل نجيب تقريبا ثلاثة ستوبرز او اربع بحسب قديش سماكة الخرز ممكن يعطوا تقل حتى ما يكرقوا الاشي اللي بدنا نحطون بدنا نعب فيها هال الشريط هيدا لازم هالجزء بالذات يكون ام تنشي في اشخاص بيلحموا كمان فكرة في اشخاص ما بحبوا يحطوا خرز بهال جزء هيدا كمان بحبوا بس حديدة مثلا فيكن انتو تشتغلوا باللي بتلاقوه مناسب لقلكون المهم اول شي اول ستوبر منلقط الطرفين فيها نكبسها منيح من بعد ما تركز مندخيل الباقيين ونكبسهم كمان بشكل متيني كتير ها قول المرحلة خلصيت ننتقل للمرحلة التانية ناخد خيط طويل منقدر قداش بدنا ننزل شرابيت تقريبا قداش بنيهم يكونوا طوال او قد بعضن ومنرجع من اتنين بالوسط مرة من اتنين مرة تانية ومرة تالتة نرجع منقصهم بهالجزاء وبهالجزاء بهالميلة وهالميلة يصيروا على سوية بعضن هلا منقدر اول شي من ميلة المحل ما علقنا للستوبرز ناخد ستوبر منعلقه بالحديدة منرجع منتنية بهالشكل منعلقه لنعمل منها متل حلقة ومنعد تقريبا اتنين اربعة ستة تمانية عشرة كل عشرة تقريبا منعلق خيط من الحديد او شي مندخل لستوبر منكون حتنقصبعنا على المترح ومنكبس ومنكبس ثلاثة ثلاثة ستة ثلاثة تسعة عشرة مندخلها لها السبب قلت لكم لازم يكون في شوية فراغات لنقدر نتحكم بالستوبر اتنين اربعة ستة تمانية عشرة هالمرحلة بس تخلص نرجع ضغرة للمرحلة الاخيرة يلي من بعدها خليني خلص هود اللي علقني هون وزا بقي معنا وقت اضافة مرجع منكمل البيئة بترجعوا هون كمان ويجيبوا خرزة ستوبر خرزة طويلة او حسب الاشكال اللي عندكن بترجعوا بتتنوى بتحطوها بتلقطوا بقلب الستوبر بتكبسوا علي وهون تصيروا تتفننوا بالألوان مش ضروري كلهم مثل بعض بتجيبوا لهم تاني و و خرزة طويلة كمان بتتنوى شكل الدمعة تقريبا هادي الميل التاني وهيك او فيكن تعبو كل الخيط بالخرز انتو بحسب رغبتكن بطريقة كتير بسيطة بمواد بين ايدينا كتير بسيطة مثل ما شايفين عم نشتغل اشياء كتير حلوة فاذا نخرزة كبيرة stopper وخرزة على شكل قريب لشكل الدمعة بنعلقة بهالشكل بنكبس stopper ومنرجع الحديد اللي بقل طالعه منه بتفوت بقلب الخرزة الكبيرة بعد عندي شوية وقت رح خليص تقريبا كل التصميم وحطه على البريق هيك منكون استفدنا بانه تعلمنا كيف انه بهالشكل فينا نحطه على البريق وعلى الارجيلة او على الجرة او شو ما كان الفخارة الماي شو ما كان الشكلة دائرة المهم تعرفوا انه ما يكون اوسع من الدائرة على الأضياء بنتفي صغيرة لأنه هلأ الحديد المدلة منه هو يلي رح يسبتها على الشكل يلي وانا نحط الأطع عليه بعتقد بعتقد انه قرب وقت يخلص معكن رح والقدمة في اسرع بس 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 بفتكر انه الفكرة وصلت وصرت تعرف الطريقة انا بقولولي انه خلص وقت معكن رح حط على البريق اكيد مشكلة يعني جزء منها للفكرة واكيد بيانت الطريقة رح قرب البريق شوي ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفكرة الله راد بلاقيكن بفكرة جديدة بالحلقة الجاي انتروني ادالكن هلأ باي باي